اختراعات وابداعات تولد من رحم المعاناة التي يعيشها الطلاب السوريون الذين أبوا الاستسلام إلى واقعهم المرير فحولوا مختبرهم العلمي إلى مكان لتنفيذ ابداعاتهم واختراعاتهم من الطرق النظرية إلى الطرق التطبيقية من خلال تجسيد أعمالهم على شكل مجسمات تكنولوجية صغيرة نحن هلأ عم نتعلم كل شيء جديد بالتكنولوجيا نتعلم ناخد درس عنه بعدين نجي منطبق للشيء نحنا أخذنا اليوم درس عن طال متى جديدة أخذنا أول فكرة أن الطاقة الشمسية هلأ نحنا منطبق أنه كيف نحنا فينا نشعل أن نصنع كهرباء من الطاقة الشمسية نحنا صلتنا الضوء على الخلية الشمسية حتى هي أن تعطينا ضوء هذا نحنا من الكهرباء اللي عطتنا ياها نحنا نحسن نضوي هذا الضوء من خلال الأسلاك اللي وصلناها نحنا من خلال هذه التجربة نحنا فينا نضوي سوريا كلها مشروعه هو عن الطاقة الشمسية وكيف نأخذ حرارة الشمس ونحولها لكهرباء بنوفر مواد كهربائية ومنفيدة بالصحة وهذا المشروع بس نرجع على سوريا في مناطق فيها شمس كتير قوي فينا نستعملها هنا للطاقة المتجددة الطلاب حولوا حياتهم إلى حياة ميكانيكية بالوسائل المتواضعة واستطاعوا الاستفادة من حرارة الشمس وتحويلها إلى كهرباء كما تمكنوا من توليد الكهرباء من الهواء بالإضافة إلى عدة اختراعات أخرى نحن هون يجينا نتعلم كيف نختراع ونساوي حياة ميكانيكية وأي شيء يتعطل معنا نصلحه دور يعني وهون يساوينا مشروع مصغر للرافعة تعلمنا درس قانون باسكال لضغط السوائل ويجينا هون عم نطبقه الطلاب السوريون يدرسون في عدة صفوف ليخرجوا بالنتيجة النهائية للعمل الذي يقومون فيه فيبدأون بالصف النظري وتأثير المواد الكيميائية مع بعضها البعض ومن ثم ينتقلون إلى صف التطبيق الفعلي بإشراف أساتذة متخصصين تربية مهارات وقدرات الطلاب السوريين بالعلوم وتخفيف من معاناة اللجوء وكسر حاجز الخوف والانطلاق والدخول بالمجتمع ضمن هذه العلوم العميئة منها المخبر ومنظمة مابس أن الطالب يكتشف العلم من خلال التجربة أو من خلال المادة العلمية ليس خلال أسلوب الطلقيني لدى الأسلوب اللي نستخدمه عادة بالدروس بيكون أسلوب الطلقيني لأنه هنا في هذا المختبر بيكون عبارة عن اكتشاف للعلم من خلال تجربة أو من خلال لعبة علمية من خلال هذا الشيء بيكتشف الطالب منه بعدين من نمي روح الأبداع روح الابتكار لدى الطالب الحياة التكنولوجية سهلت على الطلاب تصليح الأعطال التي تطرأ في بيوتهم بمفردهم إبداعات ليست بجديدة على الطلاب السوريين الذين استطاعوا أن يقهروا لجوء وظروفه الصعبة والعصيبة في سبيل تقديم التطور والإبداع من بيروت مايا هاشم أوريان تنوز